السلام عليكم ومحببكم معايا في وصفة جديدة من وصفات فدوى اليوم ان شاء الله نتلاقاوا باش نحضروا واحد صابل لتيجي هائل ولكن قبل ما نبديوا الوصفة والفيديو ديالنا ديال اليوم نتمنى انكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد اما الوصفة ديالنا هذه كتكون يعني هائلة وانا متأكدى الى جربتها غدي تكون عندكم وصفة اساسية في صابلي ديالكم لانها واحد العجينة اللي كتجي فندوط في الفم كتجي دوب في الفم نصيحة انكم تجربوها ومع الطريقة باش تقطعوها بالمرشم وما تكونش يعني صعيبة وتهرس لكم والان خليكم مع الوصفة المقادل اللي غدي نحتاجوهم لتحضر هاد الوصفة هي 250 جرام ديال الزبدة اللي تكون بدرجة حرارة المطبخة 450 جرام من الدقيقة لفاني هنا عندي ملعقة صغيرة ديال الخاميرات الحلوة او 6 جرامة عندي ثلاث صفر لبيض وعندي كذلك 50 جرام الميزينة وعندي 125 جرام من السكر غلاسي اول حاجة غادي نقوم بها هي نخلطو هادئك زبدة مع السكر غلاسي ونخلطوهم مزيان حتى نحصلوا على واحد يعني الزبدة اللي تكون كريمية يمكن لكم تخدموها بالباتر الالكتريك ولايها كبلي اذا انا اخذ نتغي بيدي ونصفلوا كم قونا المعصو فيها مزيان حتى تولينا كريمة ثلاث صفر لبيض ونبقى واحدة ونخدموهم حتى يندمجونا العناصر ثلاث صفر لبيض ونضيفو لفاني يمكنكم تستعملو غير سكر فاني ومن بعد غادي نضيفو هادئك الدقيق مع الميزينة حتى يندمجو النام مزيان وكذلك الخاميره بنسوهاش حتى يندمجو ولاحظو هنا يمن غادي نضيفو الميزينة والدقيق الخاميره غادي تلاحظو بحل ما بغينش يندمجو يعني هاد الشراع عادي يعني ما تقولوش راه العجينة قاسحة يعني ضروري ما خاصكم تخدموها مزيان من بعد غادي نحطوها فق طاولة دينا تعال الخدمة ونبقى ونمعصوها بالكف ديال يدنا لان هادئك الحرارة ديال الزدة غادي تدخل مزيان يعني غادي تبقى تدخلنا باش يندمجو مزيان هادوك العناصر ديالنا ما تضيفو لها حتى حاجه يعني هادو هما المقادر المضبوطة الي اعتتلكم ما تضيفو لعليهم حتى شي حاجه اخرى يعني باجيكم هاد الحجينة يعني هشيشة وكذب في الفن وكان بقى ونخدموها يعني بالكف ديال يدنا مزيان باش يندمجو مزيان هاد العناصر ديالنا وهنا من بعد ما ندمجونا جميع العناصر ومن بعد ما ندمجو جميع العناصر قد نقسم هذه العجينة دينا على طول 3 أو 4 كوريات ومن بعد نحتفظ بهم في الثلاجة هي من الأحسن تحتفظ بهم في الثلاجة لمدة 30 دقيقة ولكن إلا ما كانش عندكم الوقت كما الحالة ديالي في هذا النهار هذا يعني كنت مزروبا ما كانش عندي الوقت لاش نحتفظ بهم استعملتها مباشرة ولكن هو يعني ما نديرها في الثلاجة يعني كجيكم سهلة في الخدمة باش تهزوها وكل شي وصافي إلا كنتوا غادي تحتفظوا بها في الثلاجة يعني تغلفوها في البلاستيك الغذائي باش ما تنشفناش هذه العجينة ونحتفظوا بها في المدة ديال 30 دقيقة ومن بعد كان مروا باش نرشوا سطح العمل ونسرحوها فوقها إلا كنا ما بغينش نرشوا سطح العمل يمثلكم أنكم تفرشوا لها البلاستيك الغذائي وتعاودوا وتغلفوها من فوق باش تسرحوها وتساعدكم ومجيش مشقة من الفوق وصافي كان اختاروا القطاعات ديالنا المراشم وكان قطعوهم كان قولنا قطعوهم أمانة بالنسبة للجهة اللي فيها التقب اختارت أنني يعني كنغطيها بأولا بالبلاستيك الغذائي باش كما كتلاحظوا هنا معايا يعني خديت البلاستيك الغذائي وغلفت هذا المرشم ديالي حيث دايما هذا الجهة اللي فيها التقب كيبقى يتلسقنا وكيعدبنا في الخدمة وخيك نديرو لها يعني الدقيق ضروري ما يلسقنا هذا المرشم أنا فضلت نديرها يعني بالبلاستيك الغذائي لأنه كيساعد بواحد درجة لما تصوروها ونصحكم أنكم تجربوها تطريقة لأنه من غادي تستعملوها الصابر اللي ديالكم غادي يعني يبقى يجيكم سهل بحالك تلعبوه لا تبقاش تخموه فيهم البيت ونصحكم فعلا أنكم تجربوها تطريقة هذي وفي هذه المدة هذي اللي احنا نكون نصرح العجينة يعني ما ننساوش أننا ننصحنا الفورن على درجة حرارة 180 درجة ونصحنا الفورن على درجة ونصحنا نقطع هذي الحلوة ديالنا بالمرشم ونوضعها في واحد الصينية من الأحسن دلولها يعني الكاوت ديال الزبدة يعني ورق الزبدة نحطها في البلاتو أنا هنا استعملت هذي الطفي هذا اللي كيدخل يعني كان نغسلوه كاروتو ديال الفران بالأحسن ونصحنا نقوم ونوضع هذيك السابلي ديالنا حتى نكملوا الكمية الكاملة ونطيبوه على درجة حرارة 180 بواحد المدة اللي كتراوح بين 12 دقيقة حتى 15 دقيقة يعني ما يكا ياخدش الوقت بالسفت ديال ونخلو هذك السابلي ديالنا من الخرج من الفران يعني كنخلوه حتى يبرد تماماً مالذي مصرح بين ونشعها بواحدة جميلة ومن بعد سوف نطيبوه حتى نرسلوه يعني كل حبه مع حبه متقوبة كان ديرو في الواسطة ديالها الكونفيتور او الشوكولات يعني على حسب انتبهو شنو بغيتو يعني في هاد القرنتور هادي يعني هادك تاميرا انا هنا اياها استعملت كونفيتور تاع الفراز واستعملت الكونفيتور ديال المشماش واستعملت كذلك الشوكولات اللي دوبتها مع شوية ديال الكريمة وستلهم ملوين غذائي يعني هكا بشعطة واحد واحد نضرة جمالية منحطوهم فصلية ديالنا وكما قلت لكم يعني هاد يعني الحشوه هادي يعني انتما تقدروا تفنه فيها يمكن لكم ديرو الكراميل او ديرو غذائي الشوكولات الاسود او ديرو نوتلا يعني هلا حسب كل واحده الدوق دياله وبيض البيض اللي بقى لكم بهذه الحلوه هادي يمكن لكم تستعملوه في الميرانج اللي كان سبق لي وشاركتوا معاكم غاد نخلي لكم الوصفة دياله في صندوق الوصفة وهذا هو البلاتو ديالنا ديال السابلي اللي وجدته كما سبق لي بقل لكم انا اخذي طغير الشوكولات البيض وهاديك الدابور هاديك الكراما تاخدوها وغادي تسخنوها وضيف لها الملوين غذائي ومن بعد ضيف لها الشوكولات البيض اللي يكون يعني مقت عرقاء وضع في مقاونا دوبوها لان الشوكولات البيض كيكون حساس اكثر من الشوكولات الاسود وكان مقاوها كان دوبوه ومن بعد كان مروا بشلسقوه وضروري ما هذك يعني هذك شوكولات البيض من دوبوها ضروري ما نخلوها حتى تبرد عاد مروا بشلسقو بها هاد ونقاطو هادا حسينو عادي تبقى تسحنو وضع في غذائي مقاونا اللسقوه هم عمومنا نزينو بهم الحلوة ديالنا كما هو مبين نايا في الفيديو متمنى هاد الفيديو هادا يكون الاعجاب ديالكم اذا كنتوا بقى ما اشتركتوش في القناة اتمنى انكم تشتركو تشرفوني وانا يا غد انضرب لكم موعد في وصفات اخرى باذن الله الى اللقاء